موسيقى أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة عن الكرازة وسرعة مجيء الرب ما العلاقة بين الكرازة ومجيء الرب ما هو الدافع للكرازة ما هي أهمية الكرازة ولسيما في هذه الأيام الأخيرة التي نعتبرها الأيام طبعا كله يتحدث عنها في الشرق الأوسط أننا في آخر الأيام وهل توجد دلائل وآيات التي تدعم هذا المجيء أنا أدعوك أن تشاهدوا معي هذه الحلقة ستكون سبب بركي لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكرازة وسرعة المجيء المقصود سرعة مجيء الرب معنا ضيفة هذه الحلقة الأخت رشا نور أهلا وسهلا أختي رشا أهلا بيك أحييك مرة تانية وبشكرك على مجيءك معنا في هذا اليوم أنا بشكرك وبشكر كل المشاهدين وأتمنى أنها تكون حلقة مصمرة وتكون لها تأثير واضح على كل الناس بإسم الله طبعا حديث الأيام هو عن المجيء ما في يوم بيمضى إلا في ناس بتسألني هل العلامات خلصت وهل كل شيء قد تم طبعا الكتاب المقدس بيعطي علامات كتير ومنشوف أنه معظم هذه العلامات قد تمت لكن ما حدا بيعرف مجيء الرب متى يكون إحنا كنا متفقين أنه الرب راجع لكن كيف سيرجع يمكن بالطريقة الوقت أو الزمن يمكن يكون الاختلاف على أي حال إحنا أولا كمسيحيين لازم نعلم هذا الموضوع لأنه جزء أساسي من العقيدة المسيحية والسبب الثاني أنه إحنا فعلا ساعة الزمن لا ترجع للوراء عم بتدق عم تأذف أنه الناس تنبه استعد احذر انتبه وهكذا لكن الشيء اللي بزهلني كمان أنه مش بس إحنا كمسيحيين من نادي في هذا الموضوع كتير ديانات شرقية اللي بتنادي وطبعا كمان في الإسلام عم بيتكلموا عن الساعة يعني أنا كنت بسمع على اليوتيوب لحسن نصر الله من لبنان كان بيتكلم طبعا عن المسيح اللي رح يرجع وهكذا بنسبع التعبيرات كتير في هذه الأيام خليني يعني أسألك السؤال الأول برأيك أنت يعني كيف ممكن نتكلم عن الكرازة وسرعة المجيء الكرازة مرتبطة جدا بسرعة المجيء إن لو أنا عندي وقت يعني يا حسن رب لسه هيجي بعد فترة أطول كل ما أنا هيبقى عندي وقت أكتر أن أنا أكرز لكن أما بيكون الرب إحنا حاسين أنه هو جاي قريب جدا يعني زي ما حالك قلت في الأول أن في علامات كتيرة قوي في الكتابة المقدس كان بتكلم على مجيء الرب مرة تانية والعلامات دي كلها يعني مش كلها يعني معظمها بيتحقق يوم بعد يوم بنشوفه ده معناها أنه قرب أنه ييجي وإذا كانوا المؤمنين في القرون الأولى فأول الكنيس كانوا بيكلموا مع بعض بيحيوا بعض بمران آثى رب آتن وكانوا بيعيشوا المجيء دهوت فكان بالحري إحنا دلوقتي المفروض أنه نعيش المجيء علاقة ده بالكرازة العلاقة كانت الحقيقة زي ما بيقول كده في سفر أعمال الرسل أنا هاخد آية وهبدي أن أتكلم على نقطة حاجة حاجة حصلت معي أنا شخصيا وحصلت مع ناس أنا أعرفهم معي في الكنيسة الآية بتقول يقول الله يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما دي في أعمال الرسل 2 وفي آية كمان موجودة طبعا هم يقتبس النبي يؤيل بالعهد القديم الألو في العهد الأزيم أنه الروح القدس جاء في يوم الخمسين بالزبط وفي الأيام الأخيرة الرب هيسكب روحه على كل بني البشر فيتنبأ بنوكم ويحلم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما فأنا عايزة أتكلم في الحتة ده هي أن الروح القدس الآن بيبتدي أنه هو يعمل أورنس يعني يعمل نوع من الإعلان أه بيحاول أن الروح القدس بيعمل ده في وسط الكنيسة دلوقتي بيدي الأحلام والرؤى دي لناس أن المسيح جاي والدليل على كده أنه هو حتى ما جاء في السفر الرؤية بيكلم بيقول الروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقول تعالى وبعدين بيقول نعم أنا قاتي سريعا آمين تعالى أيها الرب يسوع فهنا قوت الروح والعروس العروس اللي هي الكنيسة والروح القدس بيقول تعالى فهنا الروح القدس بإعلاناته بيدي إعلانات بيدي رؤى بيدي أحلام للناس بيكلم عن مجيء المسيح مرة تانية مجيء الرب التاني لاختطاف الكنيسة إحنا دلوقتي ليه أنا بكلم على دهوت وعلاقته بالكرازة علاقته بالكرازة ده ده اللي ربنا أما جيت أنا أخدت رؤى من الرب السنة اللي فاتت في 2018 وكانت الرؤى دهيت عن مجيء الرب مرة تانية وفيه ارتباط ما بينها وما بين الكرازة الرؤية الأولى كانت مش هقول كل الرؤى بالتفاصيل لكن أنا هقول حتاة معينة كده أول رؤية كانت بتتكلم على مجيء الرب وكنت شايفة السماء مفتوحة وكنت شايفة فجأة لقيت نور قوي جدا جدا في وسط السماء وكان الرب يسوع ظاهر بنور غير عادي في وسط السماء بعدين لقيت أنوار صغيرة بتبطي أنها تتجمع من جميع أنحاء المكان وكان النور دهوت عبارة عن الناس اللي هم المؤمنين اللي كانوا بيختطفهم يعني بياخدهم المسيح لي وأنا في نفس في الوقت دهوت أنا حسيت أن أنا جسمي خف جدا وابتدت أن أنا أطلع أحس أن أنا بأطلع لكن في حد ميسك فيه وقال لي ما تسيبنيش ما تسيبنيش والشخص ده أنا كان أول مرة أكتشف أن هو مش مؤمن يعني أنا كنت فاكرا أن الحد ده ممكن يكون سلم حياته للمسيح وأنه هو يكون بيعيش مع الرب مش حياة هيلة قوي أو مش فيهاش حياة ما فيهاش يعني تزمت والتزام لكن كنت فاكرا أنه هو سلم حياته للمسيح لكن الإنسان ده هيت مسكت فيه وقال لي ما تسيبنيش وكان شكل موزع جدا وأنا مش قادرة أن أنا مش عارفة أمسكها وأطلعها معايا وفي نفس الوقت هي مسكة فيها وابتدت إيدينا تفلت من بعض وصحيت على المنظر ده وأنا جوايا فرح وحزن في نفس الوقت إزاي إن إحنا بنسيب ناس أحبقنا وأقربقنا وناس قريبين مننا وجراننا وصحابنا مش بنوصلهم رسالة الإنجيل وقمت أبكي وقعدت كذا يوم أبكي الرؤية التانية كانت بتتكلم على برضو مجموعة من الناس اللي أنا أعرفهم وراحوا على البحر والبحر ده أنا ما عرفش إحكاية البحر كنت وأنا في الرؤية لكن أنا ربنا وأنا بشوف الرؤية ابتدى ربنا يكلمني إن البحر ده هو العالم وكانوا موجودين جوا الكنيسة وراحوا على البحر وأنا طلعت وراهم على البحر عشان أدور عليهم أدور عليهم عشان أخدهم معي وأجري يمين وشمال والبحر بيعلى والناس عملا تسرخ وعملين يقولوا البحر بيعلى البحر هيبلع الناس إجروا بسرعة إبعادوا وابتنيت إن أنا أخذ العربية بتاعتي وأجري وجوا العربية فيها ناس أخدهم وأجري بيهم والرؤية الثالثة كانت برضو في البحر برضو ولكن فيه كان أوتوبيس أوتوبيس كبير وحد عمال يطلع ناس على الأوتوبيس والأوتوبيس يقفل ويجري ويجي أوتوبيس فادي يملى فيه ناس عمال يقولهم يلا يلا طلعوا 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 فأنا طلعت ورا الثلاثة رؤية ده همت بقولوا يا رب إيه ده قال لي كفاياكم قعدة جوة الكنيس يعني كانت الرسالة اللي وصلها لي جوايا كفاياكم قعدة جوة الكنيس بتروحوا الكنيسة بتتعزوا وبتفرحوا وسايبين الناس بتهلك سايبين الناس في العالم منغامسين في العالم وشهوات العالم ومش بتفكروا إن كنتوا تكلموهم علشان إيه؟ علشان خايفين على العلاقات بتاعتكم كم واحد كم واحد مش بيقدم رسالة الإنجيل لصحابه والجيرانه والمعافي الشغل أو معافي في الجامعة علشان خايف على العلاقات أو خايف على أمانه والرب جاي قريب وإحنا المفروض إن إحنا نقدم رسالة الإنجيل للخليقة كلها لكل العالم إحنا محتاجين إن إحنا يبقى جوانا الصحوة ده هيت إن الرب بجد جاي وإن نهاية العالم الرب مكتوب إن هو التشبيه إن هو يأتي كلص طبعاً الرب مش لص ولا حاجة والحطة ده يتحنا رد تشبيه إن هو هيجي فاق بغتة فمجيء الرب بغتة ده ولا حد هيلحق يقول لحد حاجة ولا ربنا فوري فأنا ربنا مش هيبعت لنا تلغراف يقول لنا أنا هي كمان أسبوع فنالحق أكلم الناس اللي أنا خايف أكلمهم عشان أحافظ على العلاقات ما بيني وما بينهم لكن أنا عايز أقول إن مجيء الرب البغتة ده المفاجئ ده هوت ده بيخلي جوانا لازم يبقى جوانا صحوة علشان نبتجي إن إحنا نكلم الناس عن المسيح أنت عارفة أخت رشان أنا لي فترة طويلة عم بتكلم في هاي الرسالة وطبعاً اللي بيشاهدوني في أي مكان في العالم بسافر له دايماً بحط تحدي أمام الناس إذا فيه أمامك سنة اربح لك نفس للرب كتير ناس بتتعهد بترفع أصابعها أو إيديها تقول أنا بنعمة الرب بمعونة الروح القدس أنا رايح أربح نفس للرب شو اللي صار رشا إنه بالذات إحنا المجتمع العرب المسيحي إحنا عنا مسؤولية كبيرة كبيرة أول إحنا بنتعامل مع أديان كتير في الشرق والغريب إنه الأديان الأخرى ممكن تعمل تشتغل ليل النهار مستعدة تموت بمتفجرات بإيمانها الخاص طبعاً إنه عم تعمل الشيء الصح وبينما الكنيسة إحنا عم نزداد بالمعرفة لكن شو المعرفة بتعمل شيئين إما المعرفة بتقودني لتخمة روحية يعني بصير تخين الواحد أو بتعطيني طاقة عضلات اللي ممكن أشغلها وممكن أفعلها اليوم إحنا شعب عم نحضر مؤتمرات كتير أكتر شعب في العالم بيحضر مؤتمرات حتى لما بيشوفونا مثلاً الأمريكان الكندية الأسترالي الأوروبيين بيستغربوا على كم التدريب والتعليم والمؤتمرات اللي بنعملها مش غلط على فكرة محتاجين لهذا الشيء لكن اللي عم بشوفو إنه عم نتخم روحياً عم نطلع على البرنامج خلينا أشوف أسمع هاي العزة وبعدين هقلب على القناة تاني وخير شوف شو التاني بيتكلم يعني عارفة زي فلاسفة اليونان اللي لما سمعوا بولوس في الأريوباغوس في مارس هيل في أثينا ويقالوا خلينا نشوف هالتعليم الجديد شو جايب لنا هذا الشخص فأنا خايف إنه إنه إحنا وصلنا لهذا الوضع رشا بينما العالم جعان الناس عم تيجي أنا بحكي لك إنه من رجال السياسي لرجال الدين لشيوخ لأئمة لرجال مسحيين لكل عم بيجي كبير صغير عاوز يعرف في جوع روحي غير عادي في هذه الأيام وهذا شيء كتابي في عام ١٨١ أرسل جوعاً في الأرض ففي جوع وهذا عم نشوفه من خلال الصفر من خلال اجتماعات لكتير الناس جوعانة بدها تعرف عن الرب المشكلة تبعتنا إحنا مرات منكون متقوقعين في قواقعنا بالكنايس ومش عاوزين كأنه العالم بره ده مش مسؤوليتنا لكن نقعد نحضر تلفزيون منشوف اليوتيوب منشوف كل الأشياء الجديدة لكن بدون ما نعمل شيء أنت ذكرت إعلان وهنا مش شيء جديد هذا شيء كتابي على فكرة ما الله بيوضح بإعلانات لناس الإعلان طبعاً لازم يمتحن والإمتحان هو كلمة الله وميكونش خارج عن صياق حديث الرب أو كلمة الله فعلاً الرب يسوع مجيئه اقترب جداً يا أولادي هي الساعة الأخيرة وفعلاً سواء البحر اللي شفتيه يعني في مزمور يومي سبعة بيقول إلى المرفأ الأمان يعني تعرف أنا بحب الترنيم المصري اللي بتقول المركب آهجاي وغرض المركب أنه يخذنا للضف الأخرى للجهة الأخرى طبعاً المقصود الحياة الأبدية وبالنسبة للكواكب شيء كتابي في دانيال إصحاح 12 وآية 3 مكتوب والفاهمون يضيقون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى الأبد الظهور يعني زي كأنه كواكب موجودة في السماء طيب تكلمتي عن سرعة المجيء تكلمتي عن إعلانات رؤى الرب أعطاكيها شخصياً أنت وبعض من أصدقائك بس السؤال اللي عاوز أدمه طيب أنا كمؤمن ليه لازم أشارك الدعوة أولاً أنا هتكلم علي كراشا وهتكلم علي كمؤمنة بالمسيح أنا كراشا اتغيرت حياتي تماماً أو المعرفة المسيح اتنقلت اتنقلت أفكاري اتنقلت تطلعاتي اتنقلت طريقة حياتي أما اتعاملت مع الله بشكل مختلف اتعاملت مع الله بشكل أنه هو أب وأنه هو بيعتني وأنه هو راعي لي أنه هو بيهتم بكل أموري أنه هو إله أمين حتى لو أنا إنسانة مش أمينة ساعات معي مش بيهمش أعاد لي بالمرصاد وبيضلني وبيبعدني عنه وأنا لازم أبقى طول الوقت عمالة أستجدف عطفه علشان أفضل في المكان الأمين اللي هو مكان الهداية لكن هو الرب يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون فبالتالي أنا النقلة اللي حصلت في حياتي والسلام اللي دخل جوه قلبي والتغيير اللي حصل معي هو ده اللي بيديني الدافع والحافظ أن أنا أروح أكلم الآخر عنه ليه؟ لأن أنا بحس أن الآخر عنده احتياج الآخر ما عنده السلام الآخر عنده حزن عنده ألم عنده وجع عنده تحديات عنده 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 بغض النظر للإنسان الغير مؤمن سواء مسلم أو مسيحي بس عاوز يعني أنوه على شيء مهم اللي بيشاهدونه لأول مرة في برنامج اللي يكن نور برحب فيكم بس الأخت رشا بتشارك من اختبار حياتها وتغيرها طبعا أنت كنت مسلمة سابقا والرب غيرك وانت حاليا مؤمنة بالمسيح مش مسيحية اسمية أنت مؤمنة حقيقية بتحب الرب وحاسة وشعري خطورة الموضوع وأهمية الموضوع بشانيكت عاوزة تشاركي عن صلعة المجيء أنه بأي شكل من أشكال عاوزة تربح ولو نفسي جيليا سوع المسيح بالضبط وبعدين أنا عايزة أقول أن أهمية يعني أهمية ربح النفوس ده هو مش علشان أنا بجمع بهم حسنات ودي لازم دي تبقى فكرة واضحة جدا لكل واحد بيشاهدنا الكنيسة مش بتتحرك لربح النفوس علشان تربح بيوم حسنات عشان يروحوا بيوم السماء أو الجنة لأن احنا بنروح على السماء بكفاية دم المسيح الرسالة أفاسوس أصحاح 2 بتقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمالك لا يفتخر أحد فبالتالي أنا بدخل السماء بكفاية دم المسيح مكاني في السماء وبتمتحن أعمالي ده موضوع تاني امتحان الأعمال والأكاليل والكلام ده ده موضوع تاني لكن أنا بدخل السماء بكفاية دم المسيح فأنا مش بطلع علشان أربح النفوس للمسيح علشان أخذ بهم حسنات مش بعمل بروح أربح النفوس للمسيح علشان دي تبقى زي صدقة الجارية كده يعني فكرة الإسلامية مختلفة على الفكرة المسيحية في الحتة دا الصرخة اللي كانت في قلبك الصرخة اللي انت شفتيها أنه ناس عم تجري على الباص أو في البحر أو إلى آخره موضوع مهم جدا أنا يعني أنا بكرج لأنه أنا بحب يسوع المسيح وأنا مدرك كل الإدراك أنه أنا عاوز أربح النفس لأنه إن ما جاتش هاي النفس للمسيح هالكي رح تكون في عذاب إلى أبد الآبدين أنا بحسن أنا من محبت ليسوع ومن غيرتين عاوز مش عاوز لضوع وقت وعلى فكرة بكون أكبر مجرم في هذا الوجود إذا ما خبرتك هو تعرف أنا بهاجموني للأسف مش بس المسلمين اللي بهاجموني أكتر رجال الدين حتى المسيحين يا خنت ليش بتكرز للناس وليه بتبشر الناس واتركهم بحالهم كل واحد على دين والله يعينه بقول لأنا بكون أكبر مجرم إذا ما خبرتش على فكرة أنا عندي كتير احترام مش للترورست مش للإرهابيين اللي بيقتلوا في اسم الدين لكن عندي احترام كتير لما بتحاور مع إخوة المسلمين اللي عندهم الدعوة بحاولوا يكلموا الناس بدعوتهم فأنا عندي احترام لهذا الشخص لأنه عنده إيمان وعقيدة معينة لكن اللي بتقتل في اسم الدين رحين على جهنم مباشرة لكن اللي عاوز أقوله أنه أنا بحب يسوع فأنا ما بدأ أضوع فرصة ما بدأ أضوع تاني ما بدأ أضوع دقيقة ولا سيما الساعة عم تكن عارفة بتعمل الدقات الأخيرة تفضل بالضبط أنا عايز أقول كمان أن أنا قليت تلات رؤى ده هيت السنة اللي فاتت وأول يعني السنة اللي فاتت ده هيت سنة 2018 وفي نفس الوقت ده ربنا أدى لحد عندنا يعني واحدة عندنا في الكنيسة نفس تقريبا نفس الرؤى يعني شوف قد إيه الرب الصالح وعظيم يعني هي جات برضو وقالت أنا شاركت فهي رح تقامت شاركت وقالت أنا كمان ربنا اداني رؤيتين عن نفس المنظر اللي انتو شفتيني ده بالزبط ده بيأكد ده بيأكد إن ده روح واحد إن ده يعني مش مش واحد بيتكلم على حاجة والتاني بيتكلم على موضوع تاني خالص لكن احنا الاتنين واخدين نفس الرؤى في نفس الوقت يعني نفس الأفقاء يعني نفس المنظر شافت برضو بس هي بقى أول رؤية شافتها شافت زي ما يكون في مكان ليه صور كده وفيه رمل والبحر لكن الصور ده قاعدين ناس جواه فيه نهر والناس قاعدين مبسوطين جدا وعمالين متعزيين جدا وبيفرحانين جدا وعمالين يكلوا ويشربوا وبيتحكوا وقاعدين قاعدين قاعدة لطيفة جدا والناس برا عمالين يضيعوا في الأمواج وهم قاعدين من جوا وراء الصور عمالين مش هممهم الناس تاني رؤية كانت بالنسبة لها النهاية لقيت الناس اللي جوا الصور ده واحد رح قاين في وسطهم وقالوا الناس عمالة تغرق برا وإحنا قاعدين هنا متهنيين يلا يا جماعة قوموا علشان ننقذ الناس دول وبوتوبيس برضو وعلى الشط بتاع البحر ووقف الراجل ده وناس تانيين ستات تانيين وقفين عمالين يدخلوا الناس على الأوتوبيس ويروح أوتوبيس ويجي أوتوبيس يدخلوا الناس يتملي ويروح جاي ماشي الأوتوبيس ده ويجي واحد تاني نفس الفكرة اتكررت بالنسبالي وبالنسبالها علشان نتأكد فعلا الروح الخدس بيهدي رؤى لازم نبقى احنا فاهمين أنا حياتي على الأرض ليها وقت معين وقت محدد وحياتي في الأبدية إلى مال نهاية وقت على الأرض ربنا بيستخدمه لتحديد المال النهاية دي هتبقى عاملة ازاي بالضبط فأنا حياتي لازم تكون يعني مستغلها استغلال جيد ما ضيعش الوقت في ناس هنا يقولك I want to kill the time أنا عايز أضيع وقت أضيع وقت الوقت أضيع وقت احنا ما ننفعش نضيع الوقت لأن الرب جاي قريب وأنا لازم أشوف أنا كمان أشوف صلواتي رايحة فين لو أنت مش قادر أنك أنت تكلم الناس عن المسيح أنت محتاج أنك أنت تصلي من أجلهم أنك أنك أنت تصلي من أجلهم تقود على الأرض تسجدي أمام الرب وتقول يا رب لو سمحت من فضلك افتع عيون الناس وافتح قلوبهم عشان يعرفوك في رسالة يحنى الأولى بيربط الولادة من فوق الولادة الجديدة بالمحبة إذا أنا ما عندي محبة أنا أبغض أخي وإذا أنا ما عندي محبة مكتوب يبقى في الظلمة يبقى في الموت لم يبصر النور فالموضوع خطير جدا لأنه دايما الشخص اللي بيؤمن بيسوع المسيح وبتتغير حياته أنا من لحظة إيماني أخت رشا من لحظة إيماني أنا بتديت أشهد عن يسوع المسيح لم يبسألوني وإنت بتديت بالخدمة بقولهم من لحظة إيماني أنا بتديت أشهد عن يسوع المسيح فإذا الموضوع كتير مهم وفعلا عم في يعني تحذرات كتير في هذه الأيام أنه عن الكنيسة تنهض تصحى تقوم وتعمل دورها الكنيسة مثل عملاق نائم فتخيل لو هذا العملاق صحي شو بيصير في العالم فإحنا محتاجين نصلي وربنا فعلا يحرر الكنيسة من روح السبات أنا عم باختار الكلمات مش سبات روح السبات روح السبات روح شرير اللي بيخلي الحالة مسترخية مستريح مش عم بيشوف بالعين الروحية الاحتياج الموجود في هذا العالم طبعا رسول بولوس قال عبارة كتير كتير مهمة إذ الضرورة موضوع علي فويل لإن كنت لا أبشر أنا باتترك تشارك في هذا الموضوع إذ أن الضرورة موضوع علي فويل دي إن كنت لا أبشر هرجع تاني للنقطة المهمة أنا دفعي وأنا ببشر مش دفعي إن أنا أخذ حسنات علشان أروح السماء كنت زمان وأنا مسلمة كنت بفكر الناس كلها ليه بيحبوا إن هما يهدوا واحد مسيحي أو يهودي أو أي نوع من أنواع الديانات إلى الإسلام وفكرت في هذه النقطة مرارا وتكرارا لقيتهم أهم حاجة إنك أنت تجيب واحد للإسلام فسألت ليه أهم حاجة إن إحنا نجيب حد للإسلام قالوا لي لأن اللي بيجيب حد للإسلام بيدخل بي الجنة طبعا يعني ما فيش نصوص واضحة بتتكلم على إن اللي بيجيب واحد للإسلام بيدخل بي الجنة لكن في يعني في زي أحاديث بتتكلم واحد من البخاري وواحد من المسلم أنا جايباهم النهاردة تفضل بيكلم بيقول إن هو إن اللي بيجيب إن اللي بيهدي إنسان لل للإسلام كأنه هو يعني من دل على خير فله مثل أجر فعله اللي بيدل على الخير فله مثل أجل فعله فهما دي معناها إيه في الفكر الإسلامي أما حد بيموت بيعملوله حاجة اسمها الحسنة الجارية أو زي مثلا يعملوله حنفية مية يعملوله صدقة جارية بنتشوف دائما على روح فلان أه على روح فلان فده معناها إن الصدقة دي بتفضل تجمع عند البني آدم ده بعد ما يموت لأن أهم حاجة إن البني آدم ده يعني شوية الصدقات ده هيت ممكن إن هي تحط في ميزان الحسنات والسيئات بتوعه فهو الميزان الحسنات يزيد فيقدر يدخل الجنة فده الفكر أو المنتالي الفكر اللي وراء إن الناس إن هما يحبوا إن هما يدعوا الناس إلى الإسلام إن أنا يبقى عامل زي المكنا كأن أنا عملت حنفية مية حنفية إيه بني آدم بيعمل صلوات وبيعمل صيامات وبيعمل ذكر وبيعمل 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 وكل هذه الحسنات اللي هو بيعملها لنفسه أنا بأخذ أجرها أنا كمان لأننا اللي قدت إلى الإسلام فالناس بيعملوا الدعوة بدافع إن هو ياخد الحسنا ياخد الأجر عنها مش بدافع محبته ربنا أنا ما بروح أبشر ببشر دفعي الداخلي إن الله الذي غير حياتي أنا بحبه جدا جدا بحبه كأب لي وهو ده السبب مش عشان أروح السماء مش عشان أروح السماء عملت على أساس عمل المسيح موضوع محسوم لأنني بحب المسيح أنا عاوز أربح أكبر عدد بالزبط فالموضوع بالنسبة لي بتاع السماء ده موضوع محسوم لكن بالنسبة للمسلم هو موضوع عمل زي العداد بتاع الحسنات علشان يلحق نفسه لو كان عمل سيئات أكتر ويدخل على الجنة فهو الموضوع هو يعني انتفاعي بالنسبة للشخص اللي بيعمل الدعوة طبعا الدعوة هي فرد كفاية مش زي السيوم والصلاة هي السيوم والصلاة فرد عين لكن فرد كفاية يعني فرد عين اللي هو فرد مفروض على كل بني آدم لكن الفرد الكفاية إنه واحد يكون كافي عن الأمة كلها فبالتالي هذا الشخص اللي بيقوم بال بال بالدعوة أي حد بيساند هذا الشخص بيساعده بيبقى هو ده مثلا هما بيشاركوا في هذا العمل يبقى هو بيربح الناس دول للإسلام وهما بيشاركوا في الحسنات بتاعة هذا الشخص والحسنات بتاعة الراجل اللي جاء أو البنت اللي جاء وده بيوضح لنا طبعا ليه هما بيحاولوا أنه هما مثلا يأسلموا البنات المسيحيات القبطيات اللي في مصر أو يحاولوا أنهما يأسلموا البنات اليازيديات اللي موجودين في سوريا والعراق فده نتيجة والناس اللي بيدعموهم ويدفعوا فلوس علشان يدعموا هذه الدعوة علشان هما في الآخر منتفعين بالحسنات اللي هما المفروض أنها تحميهم من الدخول في النار دفعي أنا كمسيحية مختلف أنا مش بقدم الرسالة علشان أروح السماء أنا بقدم الرسالة لأن أنا دقت طعم المسيح دقت تغيرت حياتي بنسبة 180 درجة وبهذا التغيير أنا شفت أن أنا كنت ميتة وعشت الدني ربنا حياة الدني ضمان الدني حياة أبدية فهذه الضمان يفتقد أي واحد مسلم ورح نتكلم في هذا الموضوع بس بحب أنه نعطي فرصة للمشاهدين حديثنا طبعا عن الكرازي وسرعة المجيء إذا في عندك أي سؤال أي استفسار فيك تتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة أهلا أعزائي مرة أخرى حديثنا عن الكرازي وسرعة المجيء بعد إذنك أخت رشا خلينا أخد مكالمة هذه المكالمة من الأخ جمال من الجزائر أهلا وسهلا أخ جمال انت معنا على الهوى تفضل أهلا وسهلا وعليكم السلام تفضل أخوي أردت أن أسألك نحن كمؤمنين مسلمين نؤمن كما يؤمن المسيغيين بأن يسوع عندكم وعندنا عيسى سيعود في آخر الزمان قبل نهاية العالم نعم أنا كمؤمن مسلم لو عاد يسوع أو عيسى له المجد أو عليه الصلاة والسلام وقال لنا بأنه الأقنوم الثالث لله نحن كمؤمنين مسلمين سنؤمن به حسب ما سيقوله لنا أهلا فهمت ما أعلم أنا فهمت يعني أنت لماذا تنتظر أنا مؤمن مسلم أهلا لماذا تستنى لماذا تستنى لماذا تستنى للمجد عندكم أيوة هو عليه الصلاة والسلام عندنا وقال لنا بأنه الأقنوم الثاف لله الثاني فليس لنا لدينا مشكل سنؤمن به طيب هل أنتم كمسيحين لو قال لكم أنت تفضل تفضل أنت معنا تفضل تفضل أخوي جمال قلت وأنتم كمؤمنين مسيحين لو عاد في آخر الزمان وقال لكم بأنه عبد الله مجرد عبد الله فهل ستؤمنون به وبما سيقوله طيب سؤالك كثير حلو شكرا جزيلا أخوي جمال انتظر الجواب شكرا جزيلا وعليكم السلام ربنا يباركك يا أخي جمال حلو سؤال حلو تحب تجاوبي ياريتو بقي معنا على الخط يمكن انتع معنا على الخط جمال للأسف طيب طيب أخوي جمال أنا أحب أقولك أن لو جيه المسيح دلوقتي حسب الفكر الإيمان المسيحي حسب الإيمان المسيحي أنه هو في لحظة فطار فتعين في لحظة فطار فتعين هيخططف المسيح المؤمنين بها مش هتلحق أنك أنت تصدق أو تؤمن أو تعمل أي حاجة لأن في طرف فتعين أنت مش هتلحق تقول أي حاجة لكن أنا بدعيك أنك أنت تقول لربنا أنا أولا يعني أتمنى أنك أنت ترجع تعاود تتصل بينا مرة تانية ونقدر أن نحن نتحور معاك مرة تانية أنا بدعيك أنك أنت تقول للرب يا رب من فضلك افتح عيني يا رب من فضلك أنا عايز أعرف مين هو المسيح أنا كنت زيك يا أخي جمال أنا لم أصدق تماما أن المسيح هو الأقنوم التاني ليس الأقنوم التالت اللي هو الإبن أبدا وكنت بقول على المسيحين أن هما بيعبدوا ثلاث آلهة لكن بعد ما أنا تقرأ في الكتاب المقدس عرفت أن الكلام ده هوت هو كلمات الشيوخ عن الإسلام لو أنت عايز تعرف عن المسيحية إحنا مستعدين أن إحنا نتحور معاك ونكلمك لكن في الأول وفي الآخر أنت محتاج أنك أنت تقول يا رب افتح عناية يا رب عرفني مين هو المسيح المسيح شال زنوبك وخطياتك على الصليب بيقدم لك ده المسيح أما بيشيل زنوبك وخطياتك أنت مش مضطر أنك أنت تقف قدام ربنا بميزان حسنات وسيئات المسيح شال كل الزنوب والخطايا اللي أنت عملتها لو أنت قبلته لو أنت سلمت له حياتك لو أنت قبلت عمله الكفاري على الصليب من أجلك الكلام ده مش موجود في الإسلام محمد نفسه لا يعرف إلى أين سيذهب بيقول إن لم يتغمدني الله برحمته يعني وبيقول أن من ما حدش يقدر يدخل الجنة بأعماله إن كان بيقول شوية يقدر يدخل بأعماله ما فيش تعليم واضح عن نهاية الأيام والقيامة وأمور سبتة في الإسلام كلها أمور يعني غير سابتة لكن في المسيح المسيح هو الكفاية المسيح هو الضمان لو أنت في المسيح الرب هيعطيك ضمان أنك أنت تكون معه إلى الأبد بدون دينونة هو هيشير عليك كل الدينونة اطلب منه صلي في قلبك قوله يا رب افتح عيني ونور عيني ونور ذهني افتح قلبي علشان أعرفك وكمان عاوز أقول الأخ جمال أننا لما نتكلم عن المسيح يعني نحن نتكلم عن التمييز لما أنت ذكرت الأقنوم الثاني أو الأقنوم الثالث نحن نتكلم عن تمييز الله وهذا التمييز طبعا يمكن للبعض صعب يفهمها أن الفكرة عندما نقول تمييز يعني نتكلم عن الآب نتكلم عن يسوع الإبن اللي هو كلمة الله ونتكلم عن الروح القدس فشخص واحد يعني إله واحد ما فيش مسيحي في العالم قال نحن نؤمن بتلاتة آلهة هذا اتهام باطل عم بدينونا فيه نحن نؤمن بإله واحد ويمكن الإشكالات بالتعبير مثلا يمكننا منقول الله مثلا موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه فنفس الإله لكن فيه تميز اللي احنا منسميها الأقنيم فعلا ارجع تواصل معانا من فضلك أخ جمال حتى يعني أنه عاوز أقولك أنه كل الإعلانات اللي أنت بتسأل لو رجع وقال هو خلاص ما هو قال في كلمة الله يعني كلام واضح جدا مش هيرجع يجي يعطي رسالة تانية وحيرجع مثل ما ذكرت اختراشه حتى يأخذ الكنيسة معاه إلى المجد وهي صلاة لإلك على فكرة أن يكون هذا اختيارك خليني خليني أخذ كمان مكالمة مكالمة من زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا أنت معانا على هوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل أخوي زكريا أخوية زكريا الصوت مش واضح آسف أخ زكريا الصوت مش واضح إذا ممكن تتكلم بهدوء وتوضح لنا الكلام من فضلك إذا ممكن توضح الصوت يا أخ زكريا مش هم نسمعك أعودته علامات تفضل علامات كثيرة ذكرها لنا الجيل محدث حيث نقع عن عودة ربنا يسعى تنتصف أعمال الرسل واحد تدار وقال أيها الرجال زين ماذا كنت تصدرون هذا السماء هذا الذي أتبع لكم هذا السماء في أتي هذا عمرا يسموه منطلقا إلى أتبع وحين سألوا كلامي عن مو علمات إدمي أجبهم ربي موضحة لهم العلمات بإنزيل المتر أصحى أربعة ضعفة وإذا يقولوا رب يسكر رب يقل حانا 22 وانا تسارعان أزرافين معي في كل مواحدة كما يقوم عمله وكذلك وإن المجيء وكذلك في الأول مجيء الأخرى في هذه المسؤولة كان قد يقرر في بحر مؤسسة أفاركاً على طرعا من الأول مؤسسة ويكون بجانونة يداد أنه في الوضع العالم المعلم حين أمريك تتعلم عن هذا الموضوع تتعلم عن هذا الموضوع تتعلم عن هذا الموضوع أخوي زكريا تتعلم عن هذا المخصص يعني لم تكن يتلقى هو من سنفر بلود بتوبين نعمو فيه لبني ويبعا اسمه وفي كذلك كذلك في زي متر 24 الآية 7 لأنه كما أن الوقت يخرج من المصارف إلى المغارب كذلك يقوم أيضا في إذن الآية الآية دي يا أخي زكريا يا أخي زكريا الآية دي فعلا مجيء الرب هيكون زي البرق كده كما أن البرق يخرج من المشارف إلى المغارب يعني فعلا مجيء الرب هيكون بغتة وده اللي احنا بنتكلم عنه أن فعلا لأن مجيء الرب هيكون بغتة فلازم تكون الناس الكنيسة صحية بتبشر الناس اللي هم مش عارفين نهايتهم هتكون فين وأنا بشكر ربنا من أجلك أنت عارفت الرب يسوع المسيح ومن الواضح من كلامك ومن من قرياتك اللي أنت عملت قراها في الكتاب المقدس ده هي طبعا شيء رائع جدا أنك أنت تكون ملمة بالكتاب المقدس وكده وأنا أصلي من أجلك أن ربنا يستخدم حياتك أنك تربح نفوس للمسيح وأن الناس كتيرة يكون ربنا ينور زهنهم ينور ألبهم عن طريقك وعن طريق الآخرين والمغرب كلها تكون هي والجزائر والتونس وكل المغرب العربي وكل شمال أفريقيا يكون للمسيح بإسمي أمين أمين وطبعا هاي طلبتي كمان أنا أخ زكريا أنا بشكرك على تشجيعك وعلى الآيات وانت تكلمت بكل أمانة عن حتمية مجيء الرب مبتدئا باقتباس الآية في سفر الأعمال لصحاح الأول لما سألوا المسيح متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود فعلا ابتدأ المسيح من جبل الزيتون يصعد إلى السماء جاءت الملائكة وقالوا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين إن هذا عن يسوع المسيح الذي صعد إلى السماء رأيتموه يعني صعدا إلى السماء بنفس الطريقة هكذا يأتي ثانية فالشيء اللي أنا بشكرك كثير يا أخ زكريا بليز دايما اتواصل معنا وانت في محبتنا وصلواتنا شكرا جزيلا لإلك أخوي المحبوب ربنا يباركك شكرا كثير لإلك يعني أنا بشكر رب من أجل المؤمنين في المغرب من أجل أخوي زكريا فالشيء اللي بيعجبني في يسوع المسيح إنه في كل الكلام اللي ذكروا مش بس إنه في نبوات يعني تمت فيه النبوات فهو تنبأ عن خراب الهيكل وهراب خراب أورشاليم وتنبأ عن طبعا نبوات في المستقبل وهكذا وتمت فالرب يسوع فعلا جاي وهذا دليل على مصداقية يسوع المسيح صح طبعا رب يسوع حتمية مجيئه مرة تانية لا ينكرها المسلم ولا المسيحي يعني حتى المسلمين كمان يعني بييجي يعني بيؤمنوا إن المسيح هيجي حكما مقصطا ووجيها في الدنيا وفي الآخرة ومش مع الاختلاف إن إحنا بنؤمن إن المسيح هيجي لاختطف الكنيسة وهم بيؤمنوا إن المسيح هيجي يعمل حاجة تانية لكن أنا بادعي كل واحد مسلم بيحضرنا النهاردة أو كل أخت مسلمة بتحضرنا النهاردة إن هي المسيح تعرفوا إيه عنه إيه اللي تعرفوه عنه لازم أنا مدام المسيح جاي مرة تانية وأنت تؤمن وأنت تؤمني إن المسيح هيجي مرة تانية أنت لازم تقرأ الكتاب المقدس تقرأ الإنجيل الإنجيل فيه رسالة المسيح فيه كلمات المسيح أنت محتاج إنك أنت تعرف المسيح قال إيه وهو على الأرض لأنه هو جاي حكما مقصطا أنت لا تعلم شيء عن المسيح بالتمام وكل اتجاهك هو للقرآن مع إن مش محمد اللي هيجي قبل في الآخرة بحسب الفكر الإسلامي لكن اللي هيجي المسيح فأنت محتاج إنك أنت تقرأ كتاب المقدس أنت محتاج تقرأ الإنجيل وتشوف كلمات المسيح والمسيح بيقول إيه علشان أما ييجي المسيح تعرف تفهم هو هيكلم عن إيه طبعا بتتكلم عن تميز المسيح وتفوق المسيح حتى في القرآن طبعا أكيد إحنا تكلمنا عن مواجهة كثيرا واللي هاي بيعرف هذا الشيء فيه شيء لفت انتباهه وأنت بتتكلم أخت راشا كلمت عن الحسنات وإحنا بنتكلم عن الضمان الأبدي يعني هاي واحدة من الأشياء الحلوة في المسيحية إنه الرب وعد بالحياة الأبدية في الحاضر مش إذا إن شاء الله لآخر لحظة لا إنت بيتكلم عن الإيمان بيسوع المسيح والروح القدس بيسكن فينا صار إلنا حياة أبدية فإيش هاي المفارقة؟ الرب يسوع المسيح وعد إن مكتوب إذ لا يدينونا الأنع الذين هون في المسيحية سوع وعد إن خرافي تسمع صوتي وتتبعني وعد إنه يعطيها حياة أبدية وعد إنه لا أحد يستطيع أن يأخذ من يدي فالجمع أن يختفها من يدي الكتاب المقدس واضح جدا في إن المؤمن بالرب يسوع المسيح ما ينفعش إن هو يهلك ولن تهلك ولن تهلك إلى الأبد فما ينفعش إن أنا أقول أنا بعد ما أعرف المسيح وأسلم له كل حياتي وأسلم له قلبي وعمري وكده وأجي بعد كده أنا قاعدة بفكر هو أنا ههلك ولا أنا هروح على السماء كمؤمنين بالمسيح نناثق إن المسيح كلماته هو بيحققها كل كلمة موجودة في الإنجيل هي لي أنا شخصياً وليك وكل واحد بيسمعنا النهاردة هي رسالة شخصية لك مدام هو قال إن هي خرافه تسمع صوته وهو يعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد فأنت لن تهلك إذا أمنت بالرب يسوع المسيح على النقيد خلبي أصيب السؤال يعني بالنسبة للحسنات يعني أنا لما متكلم عن ميزان الميزان للوزن فإزاي إنه أزن الحسنة أو الغير حسنة النقيد بتاع الضمان الأبدي إن أنا أدخل السماء بحسنات وسيئات النقيد في واحد بيدي لك عطية يعني هبة عطية لمن لا يستحق هي عطية بالكتاب المقدس بالكتاب المقدس ده لك الهدية إنك أنت هتروح السماء بكفاية دم المسيح وواحد تاني بيقول لك أنت لو اشتغلت شوية شد حيلك شد حيلك كده واشتغل شوية هتقدر إنك أنت تدخل السماء تدخل الجنة فعلشان تدخل الجنة هو بيوزن الحسنات والسيئات بتوعك فبيحصل إيه إنه يبقى فيه ميزان الميزان ده طبعاً اختلفوا في طريقة الوزن اختلف العلماء إيه اللي بيتوزن في الميزان ده هو بعض العلماء قالوا إن اللي بيتوزن في هذا الميزان هي الحسنات والسيئات فيه ناس تانيين قالوا إن اللي بيتوزن الإنسان نفسه أنا ممكن أجيلك في الحتة ده هيت وهو هنا هوت مثلا ده جايباها من اسلام ويب ده هوت دي طبعا ده مركز الفتوى بيكلم انه هو ممكن انك انت تتوزن الحسنات والسيئات وبيقول كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم عشان كده تلاقي الناس المسلمين قاعدين بيرددوا كلام لا الا الله سبحان الله يمسكوا تسبحوا ويعودوا يسبحوا بيقولوها من غير ما يدركوا هم بيقولوا ايه لمجرد ان هم يجمعوا حسنات 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 لان هو بيقول الكلمتان دول هم خفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان فدول بيطببوا الوزن بتاع الميزان فدي ده أول حاجة أنه هو الأعمال نفسها الموزون الأعمال نفسها تاني حاجة الذي يوزن هو العامل نفسه لأنه هو فيه صحيح البخاري فيه حديث بدون الدخول فيه كل العنعانة وخلافه بيقول أنه اللي يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة الرجل التخين العظيم لو تحط في الميزان مش هيوزن جناح بعوضة زي جناح النموسة وبعدين يقول كده التالت الطريقة التالتة أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال والدليل على كده الكلام اللي قاله الرسول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة البطاقة اللي هي فيها يعني عاوز أقول بالكتاب يعني سوري معلش الحسنات والسيئات اختلفوا في طريقة الوزن بتاعتها لكن في نفس الوقت الحسنات والسيئات بغض النظر عن طريقة الوزن إذا كان البني آدم هو لا يتوزن ولا الصحائف بتاعته ولا الأعمال بتاعته نفسها أنا عندي مفاجأة يعني أنا بروح إلى هذا الميزان في نهاية عمري وأنا مش عارف أنا رايحة على فين يا إما الحسنات تطب يا إما السيئات تطب ولو طبت السيئات أنا ما عنديش ولا ثانية واحدة أقدر أن أنا أصلح موقفي فأنا دلوقتي بعد أعمل أعمل أي حاجة علشان حسناتي تفضل تكتر فمن ضمن الحاجات الأساسية فعمل علشان حسناتي تكتر هي أن أنا أجيب واحد أعمل الدعوة أجيب واحد أو أصرف على واحد بيقدم الدعوة عشان دايب أعمل زي المكنة يفضل يبعث لي بحسنات على ميزان الحسنات بتاعتي يعني في الكتاب المقدس في ملك مشهور اسمه بيلا شصر تطاول على الله وبعدين شاف يد كاتب على الحائط المكلس وكان في النبي دانيال ترجم فسرها أنه وزنت في الميزان فوجدت ناقصا وهذا فعلا تقريبا كل البشري بنقدر نقول أمام مجد وأمام كمال الله لكن برضو الكتاب بيتكلم بقول كلنا في الموازين إلى فوق يعني بيتكلم أنه ما فيش حد يفتخر لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان لأنه كل واحد مؤمن هو على حساب النعمة نعمة الله العطية المجانية اللي ما نستحقها فإذا احنا كلياتنا منحاول نعمل شيء كلنا في الموازين إلى فوق يعني كفة الله هي الراجحة هو الكنا أخت رشا يمكن عم بعطوني أنه في عندي يمكن ديقتين أو أكتر شوي لو عم تعمل راب يعني لكل الموضوع بالذات في السرعة المجيء إيه اللي ممكن عاوزت تقولي يعني نداء أخير يمكن الرب يجوحنا بالحلقة أمين تعالى أيها الرب يسوع المسيح أنت بتقول لأنك مستعد أنا بقول وما بقولش في نفس الوقت أنا عايز أقول لك أن أنا جوايا نداء للرب أنه هو ييجي وفي نفس الوقت جوايا حزني شديد على كل واحد أنا أعرفه ولسه ما قبلش المسيح وأول الناس ده هم أهلي وأحبائي وأخواتي وعائلتي وأنا يعني بصلي من عماق قلبي أن ربنا يفتح عينين أخواتي ويفتح عينين أهلي للمسيح الرب جاي قريب الرب جاي في لحظة في طرف تعين الرب بيقدم رسالة لكل واحد منكم قاعد بيسمع النهاردة ربنا مش حتى النهاردة قدام التلفزيون بالصدفة لكن النهاردة خد الرسالة دي من الرب أنه هو جاي قريب وأنك أنت مش هتعرف تقف قدامه بميزان حسناتك وسيئاتك مش هتقدر أنك أنت تقف أمام جبروت الله وعدله وما فيش حد يقدر يقف قدامه لأننا كلنا في الموازين إلى فوق كلنا كفتنا بتطلع لفوق وما بنقدرش أننا نثبت أمام عضل الله لكن امسك في رحمة ربنا امسك في المسيح لقدم لك فداء ببلاش فداء ببلاش بيقدمه ليك بيقولك تعالى خد بلا فضة ولا زعب ببلاش اقبل هذا العمل أنا هشيل عنك كل ذنوبك وأنا هغير قلبك وأنا هنور عينيك باسم يسوع أنا أثق أن ربنا يفتح العينين من نورك أكيد وهذه صلاة لكل مشاهد أنه فعلا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اطلبوا الرب مداما يوجد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح خلينا لك شو بيعطيك المسيح بيعطيك لما منتوب ومنرجع لإله بيعطيك غفران الخلطية بيعطيك الخلاص بيعطيك الحياة الأبدية واسمك بينكتب في سفر الحياة هل تريد إنه اسمك اليوم ينكتب في سفر الحياة هل ممكن تقول آمين في هذه اللحظة فعلا إذا جوابت مع هيا الرسالة اتواصل معنا من حب نسمع منك الله يحبك والله عاوز يكون في علاقة معك وعاوز فعلا إنه تكون إلك الحياة الأبدية إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة